طيب هنبدأ نتكلم في الليستة دي على اللاتكس ونشوف ايه هو اللاتكس وازاي ممكن نفيدنا في كتابة دوكمنتيشن او كتابة اي بيبر ورقة بحسية يعني باختصار احنا لما بنيجي نكتب الدوكمنتيشن او بنيجي نكتب اي حاجة اي وورد فايل والورد فايل ده بيكون فيه ريفرانسز يعني ايه ريفرانسز يعني انت بسلا بتبقى كاتب كلام وبعدين بتقول ان انا هبدأ اشرح مش عارف ايه في الجدول التالي تمام او جدول رقم اتنين يعني خليني مسلا اقول كده ان انت بتكتب استيتمنت وكاتب فيها كذا 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 تيبل وان تمام انا عايز اشرح حاجة وان الحاجة دي موجودة في تيبل وان وفيه تحت معايق تحت كده كتبت تيبل وكتبت تحت كلمة تيبل وان بشكل ما وانت شغال اعتقدت ان تيبل وان ده المفروض يبقى لا فيه تيبل تاني اهم منه المفروض يتكتب هو الاول وبالتالي تيبل وان ده يبقى اسمه تيبل 2 فاللي بيحصل ايه ان انت اسناء ما انت بتعدل في الدوكومنت العادية اه لازم تعدد كل الايه الريفرنسس الايه او الحاجات المعتمدة على الحاجة اللي انت عدلتها اه ده مثال المثال التاني ان مثلا انا بعمل اندكس او اللي بتسموها التيبل of content اه او اه لو انا عايز اكتب دوكومنتيشن وعندي اه تيبل of content بيقولني ان الانترودكشن في صفحة رقم 10 مثلا يعني والمشعرفة بروسستن في صفحة رقم 20 وهكذا جيت انت زودت الانترودكشن شوية يعني كتبت فيها كتير فبقت اه ممكن توصل لمسلا لخمستاشر صفحة فخلينا نقول 30 صفحة عشان بس ديني 50 صفحة تمام فالاو انا هنا الانترودكشن بتبدأ عند الصفحة رقم 10 وانا هكتب فيها 50 فالمفروض الشابتر اللي بعد يبدأ فين عند 60 عند الاند مش هتبقى عشرين بقى الفرق بين الانترودكشن والشابتر اللي بعد 10 صفحات لا انا اقول لك 50 والمفروض ان انا هبدأ عند 60 تمام فالبربوس سيستن او الشابتر اللي بعد يبدأ عند 60 فاللي بيحصل ان انت ممكن حد يقول ان انا تم تخلينا اعمل تيبل of content على الاخر لحزة تم انت برضو اخر لحزة دي ممكن تعدل فيه تمام ففكرة ان انا يبقى عندي طريقة تخليني اقول ان انا هعمل الانترودكشن في وهدي لبل للانترودكشن وهاجي اعمل الرفرنس وهدي لبل للرفرنس الوان بتاعه وبعد كده بقى هو بعد ما خلص الفايل خالص هيبدأ يشوف الانترودكشن كان بدأت صفحة كام ممكن اصلا تبدأ عن صفحة رقم تسعة الرفرنس بدأت عن صفحة رقم كام ممكن تكون بدأت عند العشرين والتلاتين هيبدأ بقى مابدلش كل شوية روح اعدل لتبل of content والعنوان بتاع بدأت الشكتر ده من نهايته طيب من ضمن الحاجات المهمة برضو اللي هي الفيجرز زي ما وضحنا فكرة التابل هتلاقي ان انت مسلا عايز تقول ان انا هشرح الحاجة دي هشرح الحاجة دي الوقتي وهتبقى ظهرة في فيجر 2 وتيجي برضو تيجي ترسم فيجر 2 او توضحه وتكتب جمب فيجر 2 هتلاقي ان انت بقدر ممكن تعدله ففكرة ان انت هيبقى عندك static documentation غير قابلة ليه انها تقبل فكرة الرفرنس او انها تبقى تشيل عنك الهدك بتاع ان انا ممكن اعدل وبعدين مضطرة ان انا اعدل في كل الحاجات الليها علاقة بالحاجة اللي انا عدلتها دي دو عندي حاجة مش كويسة انا عاسين نحل حاجة زي كده وهتحل باللاتيكس فاللاتيكس دي طريقة بتسهلك ان انت يبقى فيه dynamic reference عندك في الايه في ال documentation فخلنا بس نعملها واحدة واحدة كده ونشوف عشان ابدأ اللاتيكس ممكن اعمل ايه اولا عشان تشتغل على اللاتيكس ممكن تشتغل offline وonline لو عايز تشتغل online يعني على النت تشتغل حالا وتعدل على النت في website اسمه overleaf بتدخل وبتعمل account عليه وبتعمل sign up او register وبعدين بتبقى عندك account بعد ما بتعمل account يجب بيظهر لك الصفحة دي تمام بتبدأ تعمل new project بعليني اعمل new project مثلا كده new project blank project وسميه مثلا first first file in latex اول مرة ابدأ اعمل حاجة في latex واعمل create اوكي فاللاتيكس هو مهم جدا ولكن له فورمات معاين عشان تبدأ ان انت تشتغل بيه له فورمات معاين فمش مش يعني ولا منه برمجة ولا منه حاجة static ولا فهو له طريقة معاين التعامل معك فبس اعمتها اول ما بدأت كتابة عملت project هنا النتيكتو عملة زي في الأوضبط لو انت أتعامله كورد وفايل أو بديت فايل ممكن طبعا أعمل فايل جديد طبعا أي فايل في الاتىكس سيبقى الاكترنتي extMeshot text 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 يعني عايشت أعمل فايل جديد اسمه مثلا First أو Second عادي يعني Try بنعمل Create okay هتلاقيه برضو letters لو عايز تعمل فولدر جديد براحتك ممكن اصلا تبقى عايز تعمل تبقى عايز تنكلوت فايلز او فولدر اسمه ايه ايه امجز عندك وبطرق انت تعمل فولدر هنا وبتقول ايه ده الباص بتاع الامجز اه وتبدا تحط فيه الامجز وبعدين نبقى نشوف ازاي ممكن ان انا اخلي الفايل ضيق راح اجات هنا تمام وطبعا اكيد بقدر اعمل دليت وممكن اعمل ريليم الفايل اه وممكن ان انا اعمل ابلوت لحاجة موجودة اصلا عندي على الجهاز طيب اللي بيحصل المفروض ان انا لو عايز ابدأ اكتب لاتيكس بقول له الاول دوكومنت دوكومنت كلاس وهنا بكتب ارتكل وبكتب هنا او اوبشنال يعني ممكن اكتب هنا ان انا عايز الصايز بتاع الفايل يبقى عامل ازاي الصايز بتاع التكست تمام طبعا لو انا عجيت اعمل تكمبيل مش هيطلع حاجة يعني يقول ان انت في حال غلط لان انا بس بعرف ان انا عايز اكتب دوكومنت بس لازم اكتب كلمة بجين بجين واند بجين دوكومنت تمام او ما اعمل بجين دوكومنت هو مش هيطلع ارور بس مش هيطلع حاجة لان انا مش هيطلع ارور عندي اهامي خليني مثلا كتبتها اللو احنا لازم اكتب اي حاجة طيب فهو هنا اطلقت الحاجة اللي انا كتبته تمام كده فايه الحاجات اللي ممكن اللاتكس يعملها لي حاجات كتيرة ممكن مثلا اعمل طبعا اول حاجة ممكن اكريات تيبلز ممكن اعمل اللي هي الاكويشنز او حاجات اللي اعلاقها بالماس الماس فيتشرز الاكويشنز يعني ممكن اعمل ممكن اتعامل مع فيجرز ممكن اتعامل مع الامجز ممكن اشوف بلو طريقة للتعامل مع الريفرنس طبعا الريفرنسز دي معناها ان انا لو جيت كنت بكتب دوكمنتيشن مثلا انا حاجة وقلت ان عايزة اقول ان انا بتكلم على مشروع معين ومن ضمن الناس اللي اشتغلت قبلي كزا وكزا 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 فدي اسمها وانا احسن منهم في ايه وكده فانا عايزة اقارن الشغل بتاعي بناس تانية او او في ناس تانية اشتغلت في المجال بتاعي فانا عايزة اجيب سيرتها يعني اقول مسلا هي دي اللي ساعدتني استفدت بينها مش عارفة معلومة ايه انا احسن منها في ايه فانا عايزة اكتب اقول مين الشخص اللي انا احسن منه ده ده اسمه ريفرانس فمن ضمن الفيتشورز اللي في اللاتكس ممكن يعمل هالي انه ممكن بيعمل فرمات معين للاتكس للريفرانس بحالش ان انت برضو الريفرانس بتاعتك ممكن كل شوية تغيرها طبعا انا بتكلم بافترض ان انت جيت في مرة عملتوا دوكمنتيشن وخدت بالك يعني ممكن اجا اكتب مسلا اقول ان ان history مسلا او in literature review history اثر اثر مسلا 1 اه ميك اكسبرمنت كذا يعني اي حاجة اه اكسبرمنت وان اكسبرمنت وكمل اه المفروض ان انا برضو انا شغالة ممكن الاسر ده اه جيت قلت انا عايزة اردت بالريفرانس بشكل معين مثلا الفابتكال بالنسبة للتاريخ بالنسبة للمكان بالنسبة لجورنل فهتلاقي ان الاسر اللي هو الاولين ده ممكن تلاقيه كان بيبدأ بحرف الاسر مثلا فهتلاقي ان ترتيبه مش هيبه رقم واحد فاطر انت تخليه مثلا بعد كده هيبقى عشرين فهتعد على الرفرانس كتير اللي موجودة كلها فتفعل وترتبها فاللاتيكس برضو بيساعدك في حاجة زي كده ان انت هتعمل بالشكل معين وتقول له انا بس عايز الاسر اللي له ايدي معين ويبقى هو الايدي ده ماشي معانا انت حصله بقى فوق حاطته تحت هيبدأ الرقم بتاعه يتغير بناء على موضوعه مش لازم ان انت تروح بايدك تغيره تمام دي الحاجات اللي هو ممكن يعمل هلنا زي مثلا موضوع ال 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 خلقها مصشر أو أي حاجة وبكتب بجين دوكيمنت وهو بيكتب لي كلمة إن دوكيمنت يعني لو عملت كده بجين دوكيمنت بيروح هو عمل إن دوكيمنت عطول لأن أنت لازم الحاجة اللي هتكتبها هتكتب ليها بداية ولها نهاية يعني أنا ممكن أكتب تيبل فأنا عايزة تيبل بداية ونهايته فين هكتب هعمل فيجر بداية ونهايته فين الريفرنسز وهكذا فلازم أكتب كل حاجة بداية فطبعا أنا لو جيت كتبت بجين وإند ده معنا إن كل حاجة هتكتب جوه لأن ما نفعش هكتب حاجة برا لأن ده الملف نفسه فهي الحاجات اللي إحنا ناخدها النهاردة هناخد مثلا أول حاجة اللي هو مثلا زيعمل فلو عايز أقول كده مثلا هلو وجيت قلت this is my first latex file latx file أعمل كده لو أنا جيت عمل tutaj ecompile هتلاقي عمل السطور جنبه بعض يعني هيهوب إنه أنا كن مثلا نوتشن معلش هتلاقي اعمل السطور هنا جنب بعض فانا عشان اعمل سطر جديد ياما اعمل كده لازم اعمل حرفيا سطر نيو لاين بجد ياما اعمل حاجة زي كده ألغي واكتب كده اللي هي ايه نينباك سلاش هيبتحت عادي برضه طيب تأول حاجة بالنسبة للنيو لاين ممكن اعمل ايه تاني لو انت عايز تعمل ممكن اكون عايزة اقول ان انا now اللي هو كده now we will talk about equations ممكن اقول ازاي احنا نتعلم equations طبعا لو جيت انا اريكمبيل هلاقي ان السطر ده مش موجود فدي برضو حاجة ان انا لو عايزة اعمل يونين او عايزة اعمل comment طيب خليني مثلا اقول لو انا عايزة اكتب حاجات mathematic اوكي عايزة بقى اكتب equations اتكلم عن equations وعايزة اصطر ايه زهر اوكي ممكن اعمل lines ما عملتش line هنا خليني الغي ده مسلا عادي او انا بتكلم لو انا عايزة خلي الحاجة دي على هيئة mess يعني ان بدلا ما تبقى format بتاعها نفس format بتاع الفايل تبقى انها equation نعمل كده حسنها بقت زي الماسماتيكا equation وبقت اللي هو italic اوكي طيب لو انا عايزة خلي equation دي تبقى تبقى في سطر الوحدة شكل equation طبعا مش اعمل new line مش قصدي كده انا قصدي انها تتعامل زي ما بنشوف في الكتب تبقى تتعامل كده في center ده ايه وسطر تحت بعمل بعمل الدولار سين دي مرتين طيب لو عايزة مسلا اكتب الباور ممكن اول مسلا خلينا اكتب السطر ده كتير بس خلينا نعملها بسطر واحد لوحدها عشان بس ما افضلش كل شوية نعمل كده او new line عادي هجرب بقى حاجة كتير مش شرط يعني مثلا اتنين اتنين في x to support tour اللي هي 6 shift 6 العلامة دي shift 6 اعمل كده هيتعامل عادي خالص برضو عادي يعني المهم ان انا ممكن اكتب equations كتير يعني تمام فالحاصل ده اللي هو x to support بنسميه superscript 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 لو انا عايزة اقول حاجة قص يعني طيب لو عايزة اعمل مش عايزة اعمل قص عايزة اعمل الحاجة اللي سعب مثلا ايه اللي هي superscript superscript معلش ان انا عايزة اخلي الاكس sub sub superscript تبقى دي مسلا اكس اتنين الواي اتنين مش وي قص اتنين لا الواي اتنين اه فافرض ان انا عندي كزا وي فاعمل كده الواي اللي اتنين نزلت تحت شوية اوكي اه خليها مسلا وي واحد اوكي ده اللي انا قصد عليه ان الواحد بتبقى نزلت تحت شوية ده اسمه superscript طيب اه لو انا عايزة اقول ان الباور ده هنا مثلا باور حاجة مش مش مجرد مثلا باور اتنين عايزة اقول باور اه اه اتنين زاد اكس فبعمل اتنين زاد اكس بس بحطها جوه كوس تمام طبعا هو ده هيبقى توزة باور حاجة بس مش حط جوه كوس يعني انا عايزة بس ارفحها فوق لو انا عايزة حطها جوه كوس اصلا بيبقى كوس ده عادي بمهم فكرة ان انا عايزة اعمل اكتر من حاجة بحط الكرل براكتس تمام يعني اه اكس لو انا عايزة احط اتنين تمام لو عايزة اعمل اتنين زاد حاجة او اتنين نقص حاجة يعني رقم كبير فبعمل الكل براكتس بعمل اكس زاد واحد بتبقى اكس زاد واحد اللي هي دي تمام لو انا عايزة اخلي بقى ال اكس زاد واحد تبقى موجودة جوه كوس بعمل ايه كوس تاني جوه تمام ده دي برضو كيس وبردو هنا اكتر لو عايزة اعمل حاجة تانية لو انا مسلا عايزة اعمل سابسكريبت بس الرقم اكبر من واحد يعني عملت مسلا اتناشر خلينا ررني كده هتلاقي عمل الواحد تحت والاتنين فوق طب وبعدين لأ اروح انا عاملة كده اروح حطة الواحد والاتنين جوه براكت هو ده الفورمات بتاعه مفروض يعني انا قصدي كده في خلاص بس صوع مش بيفهم لو كان رقمين اكبر من رقم اكبر من وان ديجيت يعني دي ازاي باعمل برضو سابسكريبت طيب لو انا عايزة اقول مثلا ساعات بيبقى مثلا عايزة اقول اكس واحد واحد او اكس واحد اتنين بنعملها ازاي دي بقى ممكن مثلا اقول لو هي اكس فقول اكس واحد وبعدين اعمل كده اتنين بناس دا اقول اكس واحد اتنين اوكي ايه واحد سابسكريبت وفي سابسكريبت تحتها تمام طبعا دي حاجات بتقابل الناس اللي هي بتكتب اكوشنز اثناء ال الدكومنتيشن يعني طيب لو انا مثلا عايزة اقول اكس واحد واثنين وثلاثة لغاية ركب معي يعني مثلا ايه اوه 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 اكس طبعا ممكن اخد ممكن اخد السطر دا كده بس ااخده من غير اللي هي الاتنين دولار سناخد واحدة بس we have we have خلنا نقول اكس اكس واحد تمام و اكس اثنين و اكس تلاتة خلنا نقررناها بس كده الاول ايه اكس واحد اثنين و ثلاثة انا عايزة اقول ان انا عندي منها كتير اه وطبعا مستعب نروح نعملين كده نقط اكس ان صحيح كده فانا عايزة اقول له اكس ان او عايزة اعمل تلات نقط دول الاول وبعمل backslash l dots ده يعمل لك تلات نقط وبعدين تقول له العلامة دي بقى برضو عادي عايزة تقول اكس ان تعمل كده بس بتعمل n طبعا انا عمل backslash واحدة مفوت هاقصد واحدة يعني ساعد بتحتك تعمل كده we have x123 الغيط اه اه تاني اه 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 لو مسلا عايزة اتكلم على اه 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 المسلا المسلا هنقص القص ده هنقلنا y قص x plus y one مش مشكلة بس لازم كل الكيسز نتكلم عليها بس ده عمتن السابسكريبت والسوبرسكريبت والإكوشنز انت لازم تحط العلامة دي اتنين دولار ثاني او دولار ثاني طيب ممكن نتكلم علي الجريك ليترز الجريك ليترز الجريك ليترز اللي هي ايه اللي هي الالفا والبيتا والمولتبليكيشن والحاجات دي انا عايزة اكتب العلامة دي كمانا هتلاقيها عندك في الورد اللي هو insert equation او insert symbol في الاكوشن بس خليني هنا مثلا بالنسبة للاتيكس لو عايزة اقول له مثلا البي ممكن اعمل كده اقول له واكتب backslash buy اللي هي الضرب اوكي طيب خليني مثلا اقول لو انا عايزة دي ضرب اللي هي بتاعة ده العادية بس في ساعات ضرب اللي هي اللي هي اللي هي بتبقى بتبقى الضرب دي ساعات كده بروح عايلة لو انا ضرب انا عايلة wig ضرب ايات ايات او اأن الي اللي هي ا backslash يعني ايه nurturing anti يعنيort انا اعطل ضرب ايات 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 تبقى الغيات تبقى الغيات صغيرة دي اللي هي مثلا تقول يعني عايزة اقول ان الاريا بتاعت الاريا بتاعت الدايرة مثلا مثلا زي اريا سيركل اريا از باي اي سكوير رح باخدر باي دي بس احطها طبعا ايه وان دولار ساين اعمل كده سيركل اريا از معلش باي في صح ار سكوير ار سكوير نعمل برضو العلامة اللي هي دي واكتب كده ار شفت ستة سكوير خلني ما سنشوفها كده اه ماشي الاريا از باي ار سكوير تمام ممكن نعمل ضرب هنا برضو وممكن نحطه كله طريبا ممكن نحطه كله في واحدة بس علش يعني بس ستة ايه باي ار سكوير اوكي ليه يتعمل واحدة دولار ساين واحدة في الاول في الاخر بتكتب كل الحاجات الماسة جوا ليه الباي والضرب والاي والار سكوير يعني دي بس ايه فكرة الحاجات الجريك ليترز لو عايز اكتب الفا بعمل كده بكسلاش الفا لو عايز اعمل ممكن اعمل ايه تاني الكوزين والساين ساين ساين اكس شوه بقى ساين مسافة اكس هنا نشوف كده اه معامل ل مش فلاين جديد طيب هاد Exam هاد الالفا فانا هنعملو ها الاتنين في دولار ساين في اه اه خلي كل حاجة على طوله خلاص في سطر جديد ففي حاجات define في اللاتيكس طبعا نريد تعمل sin نريد تعمل cosine في tan في كل حاجة تمام طيب ممكن ناخد ايه تاني ممكن ناخد مثلا لو انا عايز اقول tan مش tan x tan zeta alpha greek liter اللي اسمها zeta وممكن نعمل كده اعمل sin مثلا واعمل zeta هو عارف حاجة اسمها zeta فخليني يقرونها كده sin zeta اوكي ااا طيب بقدم من من الحاجات اللي ممكن نعملها ctrl v هيبقى log اوكي طيب واكيد طبعا فيه ساعات بقول ااا مش اللوج مش اللوج بس ممكن اقول اللوج للباز كزا لوج اتنين مسلا اللي هو لابا عمل حاجة باينري عمل log وعمل سابسكريبت اسمه اتنين واكتب x اوكي دي log base 2 عايز بقى base 10 براحتك برضو عادي اوكي واكيد زي ما فيه log فيه لن طيب ااا لو عايزة اعمل square roots لو عايزة اعمل roots اوكي برضو فيه backslash sqrt 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 اا فانت عايزة تعمل square square ايه square الاثنين اللي هو root square root الاثنين ايه جزر اثنين طمان اوام square root الاربعة برضو يعني حاجة لها جزر الاربعة طمام طيب افرد مسلا انا مش عايزة square root انا عايزة عامل square root بس اللي هو الجزر التكعيبي تمام بس عايزة بقى اضطر ان انا اعمل حاجة زي كده اقول له بس انا عايزة تكعيبي اوكي يبقى الجزر التكعيبي المين للاربعة ايه الجزر التكعيبي تمام طيب ام ممكن اعمل ايه تاني لو جزر التكعيبي الايكوشن يعني الجزر التكعيبي الاكس مسلا مش عارف ايه فانا ممكن اعمل حاجة زي كده جزر التكعيبي او خلا نقول ب practices مش مشكلة التكعيبي تكعيبي ل يعني x قص 2 بجهزة تجعيل X قص 2 مثلا زائد Z قص 3 أي حاجة طبعا تبع حاجة كويسة الأعمال تحطي كل ده جوا كوس فخلينا جوا كوس أحسن شو كوس تمام ده مرضو كل حاجة ممكن نقدر نعملها عادي ده سكوير روت سواء كان سكوير اللي هو جزر تربيعي ولا جزر تكعيبي ممكن طبعا نعمل سكوير ويبقى جزر اسمه إي ده يعني روت وتحته روت عادي مشكلة هممكن نعمل كده خلينا بقى سيبنا من البتاع ده يدين تكعيبي خلينا نقول ده يبقى من كذا ممكن نعمل سكوير روت لواحد على مثلا X زائد واحد هنشوف كده ده معناها جزر جزر إيه واحد على جزر الواحد واحد على من على وهو عشان نعمل على محتاجين نعمل فراكشن أوكي يا طبعا دي طريقة بس خليني لسا لسا مقولش الفراكشن فده ممكن نعمل كده عادي يعني بس عايزة أقول ان سكوير روت لحاجة زائد زائد حاجة يعني مثلا ده نفسه سكوير روت فنعمل كده سكو سكو RT وافتح قص ليه الـ X ده واضطر طبعا نقفله يبقى إيه السكوير روت لواحد يعني واحد زائد سكوير روت ليه دي اللي نقصت عليه طبعا نخليها نخليها X بس عشان دينية واضحة سكوير روت لواحد زائد سكوير روت بتاع الـ X ده ده انت وجه تعمل سكوير جوة لسكوير طب خلينا نتكلم عن اللي هي القصور طيب عشان تعمل بطره تعمل أوكي حاجة على حاجة ثلاثة أو اتنين على الربعة خلينا نقول خمسة اتنين على خمسة يعني في حاجة اه اللي هو اللي معلش الدولار ساين نجيبا ثلاثين اه واحدة ولا اتنين خلينا نقول اتنين اتنين على خمسة طبعا بقى قصة على ذلك اي حاجة يعني هتحط هنا حتى لو سكوير روت او اي حاجة هتحط اللي انت عايزه اوكي ممكن نعمل مثلا يعني اللي هو الكاسر على كاسر خلينا نعمل مثلا سكوير روت الاول ممكن اقول هنا مثلا ده المقام يعني سكوير روت العشرة مثلا خلينا نشوف العشرة بس كده يبقى اتنين على جزر عشرة اتنين على جزر عشرة طبعا العشرة بقى غيرها زي ما انت عايز ممكن تقوير رقم عالي طيب ممكن اعمل على فراكشن ممكن نعمل على فراكشن يعني فراكشن ليه مثلا الخمسة على على ايه على كاسر كاسر ده في ايه كاسر بيكون بس طوال مقام ممكن اسمي عشرين على تلاتين يبقى خمسة على عشرين على تلاتين ايه اوكي طيب اه ده الكاسر اللي هي دي اه طب افرض مثلا انا عايزة اه استخدم الحاجات اللي هي دولار ساين دولار اللي هو ايه بقى ما تستخدمي لا الفكرة ان حضرتك انت هنا بتستخدم دولار ساين اصلا كعلامة بتقولك ان انا عايزة استخدم ماس فهعملها ازاي فانا مسلا ممكن اقول اه تي شيرت بيكلف اه مسلا ساين تين دولار اوكي طب وبعدين فانا لازم اعمل كده الاول اولا دي اه عايزة ادخل في الماس فاعمل دي العلامة دي وبعدين اعمل كده اوكي دي معنا ان اقرالي دي زي ما هي اقرالي دي زي ما هي انا عايزة العلامة دي تكتب ههعمل العلامة دي اوكي اللي هو باك سلاش لو انا ما كنتش عملت دي كده هتكتب عشر تمام على فكرة ممكن اكتب كل ده اصلا ممكن اكتب كده اللي هي باك سلاش دولار ساين برضو عادل يعني يعتبر العشرة مش مش ماس او اوكي اه اوكي لو عايز تظهر الدولار ساين بتعمل باك سلاش دولار ساين طيب في بقى فكرة اللي هي النوتشن اللي اسمها هي ينتامي ينتامي وجزئية منه الحاجات دي طيب ممكن اعمل ايه ممكن اعمل مثلا لو في خاصية في المس بتقول مثلا خاصية التوزيع خاصية التوزيع بتقول ان A B plus C equals AB plus AC وهنعمل ضربة مثلا اكي عايزة اقول بقى for all for all A with B with C in real numbers بس مش هقول in عايزة اقول ينتمي لكل A والB والC ينتمي للreal numbers فدلوقتي عايزة خلي بس نكتب كده مش مشكلة فين ممكن in دي تبقى اعمل قبلها وبعدها طيب خلينا اعمل هنا بتاع اللي هو طيب عايزة بقى اكتب for all real numbers يعني العلامة دي اللي انا كان قصد عليها فين النوتوشن معلش العلامة دي اللي انا كان قصد عليه طيب عايزة بقى اقول لكل لكل ال A وال B C الموجودين في real numbers فا استعيتها بقى استخدم اسمها ايه library miss وقول له or اعم طبعا دي المفروض تبقى جوة دولار ساعم هنشوفها كده وطبعا دينا هنا القرر بيقول لي مين دي مين اللي ايبارة اللي اسمها mass bpdn المفروض ان انا فوق هنا بقى include كل اللي ايبارة اللي لها علاقة بال mass تمام عشان يبقى في safe side يعني ان انا اصلا ممكن اعمل حاجة ويكون هي مش مش دي موجودة جوة الباكتجز يعني طيب use packages the ams mass mass the ams simp the ams fonts طبعا يعني الحاجة دي موجودة جوة ams mass فخلنا الرن كده شوف شكل الر هتبقى عاملة ازاي بعد ما خلص تمام دي قصده بقى الر دي مش الر اللي هي letter اللي اسمه r capital لا الر اللي هي دي كم طيب فدي بعض الحاجات اللي هي علاقة بال mass سواء كان ال square root او الفراكشن او مثلا ال sine وال cosine وال Greek letters والضرب والpower وفكرة السابسكريبت والسوبرسكريبت حاجة تانية كنا عايزين نتهرف عليها في الفيديو ده هي squares او brackets شوري اصدع brackets يعني brackets brackets طيب انا ايه نوع brackets اللي عندي brackets اللي عندي في square brackets في curl brackets في circular brackets في حاجات كتيرة فانا عايزة استدامة bracket دي او بحيس ان انا يبقى عندي او تبقى ال bracket دي كبيرة اوكي خليني مثلا اجرب بس دي حاجة زي كده واقول له في lift في lift لل notation استخدم لي curl bracket ده وبعدين وبعدين مسلا عايزة اقول X 2 2 وبعدين كده اعمل lift right R-I-G-H-T الكوس التالي خلينا بس رنها كده ووريكو انا قصد علي لو انا عايز اكتب الكوس ده بس كنت عايزا يظهر مش ان هو يكون صغير لو انا عايزا يظهر مثلا ممكن الحاجة تبقى كبيرة انا عملتش باور ليه ماشي طيب خليني اكتب الحاجة اللي جوه الاكواس تكون كبيرة ممكن مثلا اكتب حاجة على حاجة اقول مثلا او خلينا اكتب كده وده اللي جوه الكوس وده الحاجة التانية اقول مثلا ايه واحد زائد اكس فلما النوتشن بتاعتك بتكبر انت عايز تكبر البركت فبنكبرها بالطريقة دي طبعا انا عندي زي ما عندي اللي هو السكوير براكت عندي في قصد انواع براكت كتيرة اللي هو كيرل براكت وطبعا المفروض اجي هنا وقول له انا قصدي ان احنا نقفله هنا ولو انا عايزة السكوير براكت فانا هاجي في الاخر واقفله وطبعا عند البركت اللي هو بتاع ما عرفش متضايق ليه من هنا بتاعيالي مفهود اعمله كده عشان يفهم ان انا اصدع البركت ان انا عايزه يظهر طيب لو عايز اعمل بقى البركت اللي هو بتاع المكياس انا اضطر بقى اعمل العالمة دي ده برضو دي انواع البركت اللي ممكن اضطر ان انا تستخدمها عشان تظهر كتير في لما يكون الاكوشن كومبليكس يعني دي بس باختصار الحاجات الاساسية اللي ممكن تحتاجها خليني مسلا اكتب حاجة زي كده ببين عاجة زي كده ان انا عايزه بين البركت بتاعتي تبقى زهرة فإيه اللي يحصل كان المفروض كان ممكن يعني انا كان ممكن اكتبها عادي بس كان هيبقى شكلها اوضح لو عملت ايه كوس في نفس الوقت ان الكوس لازم يكون كبير يبقى قد الفورم اللي نفسها طبعا دي بس الحاجات اللي كنا حابين يعرفها الاول في الماسبع كما يكون بقى نتكلم على التابلز او الريفرنسز او الحاجات التانية والتعلم اللاتيكس يعني انا اعتقد انه لاغينة عنه في كتابة الدوكومنتيشن والسانتفيك بيبرز علشان بيوفر وقت كتير جدا من التعدلات وهو تعلمه سهل مفروش حاجة يعني انت بس يعني مش دائما الصفحة بتاعتك او الدوكومنتي بتاعتك بيبقى كل الاقوشنز دي انت بس عايز تكتب مثلا الاقوشنز زي كده وبتعرف ان انا محتاجة اعمل فراكشن بسط ومقام والبسط بيكون كذا والمقام كذا طريقة ان المقام بيكون فراكشن بيبقى عارف الفراكشن سكوير بيبقى سكوير يعني بتعرف بس الحاجات على حسب انت تستخدم ايه انما هو مش بالصعوبة الزهارة خلاص ده بالنسبة لاول حاجة ممكن نعرفها في اللاتيكس قبل ان شاء الله الفيديو جاي